موسيقى نحن كبشر كائنات مدفوعة بالحاجة نحو الاستهلاك لكل منتجات هذه الدنيا من خلال جوع وحاجة وعطش بشري عميق يحاكي الكثير من الاحيان السلطة العبودية الهشاشة ومن الناحية الاخرى يحاكي التطور والنجاح والسعادة الذي لا تنتهي في ظل حضارة رقمية وعصرنا الرقمي يمكن ان تختزل العلاقات عبر الانترنت الى احراز شخصي في لعبة تنافسية وكلاتنا منعرفش يعني الهانجر جيم فسوف يتم تحويل كل خبرة وشوق في الحياة لسلع رقمية وهلا اصبحت الهانجر جيم هي ليست بس لعبة فيديو واصبحت افلام ومسلسلات تشجعنا على البقاء ضد الاخر لعل اكبر صناعة على الانترنت هي صناعة المواد الاباحية والذين يستهلكون هذه المواد يدفعون مقابل خيال خادع لهم وسيل من احلام اليقزة تحت ستار من المجهولية ثم يستفيقون وحمد الشهوى ينخر في امعائهم ما معنى المجهولية انهم لا احد يشاهدني افعل ذلك نعم من السهل الانغماس في الرذائل تحت ستار المجهولية حيث لا احد يشاهدني افعل ذلك ان المجهولية هي المكان الذي تزدهر فيه الخطية وهي اكثر الاكاذيب انتشارا في العصر الرقمي هكذا هي النقرات باطراف اصابعنا تكشف الدوافع المظلمة لقلوبنا وسيعطي الانسان حسابا لكل نقرأ وكل مشاركة وكل خطيئة عبر العصر الرقمي هواتفنا الذكية تشجعنا اذا لم ننتبه على العيش في حياة مريحة مريحة جدا ولكنها لاربعة اسباب تكون قد تكون مظلمة اولا تجعل من الخطيئة الجنسية اكثر سرية معنحة ايانا المساحة انه نشتغل شو ما بدنا وخاصة اصدقائنا واخوتنا ورفاقنا ما بيدروا انه نحنا عم نزور هذه المواقع اذا هنا ستار من المجهولية ومن الخصوصية او السرية ثانيا تجعل العثور على المواد الاباحية سهلا جدا ونحنا بنعرف على ان 51% من محتوى الانترنت المجاني هو لصناعة المواد الاباحية وهو سهل عبر الاتصالات البصرية وهو الوباء الروحي والرقمي الجديد الذي ينتزع من جيل الشباب فرحهم بالله ولا يقول لهم انهم مشاهدون او ان الله يسمح بذلك طالما انه يمارسه مع نفسه عبر الوسائل التواصل الاجتماعي ثالثا هذه المواقع تغزي فضولنا الذي لا نهاية له ونراحز ان الشباب يقدمون اوقاتهم عن طيب خاطر من اجل هذه العبودية رابعا تجعلنا نفشل في ضبط انفسنا لارضاء هذا الفضول المتنامي الممنوع والشرح الذي يؤدي الى انزوائنا في مخادعنا وممارسة المجهولية والسرية وارضائه تماما بالحقيقة نخدع انفسنا بالمجهولية عبر الرسائل السرية والزنا مجهول الهوية وهو الادمان بحد ذاته والادمان هو مرض الارادة كما مرض ادم وحواء تماما في ارادتهما لا يوجد ادمان مخفي عن عيني الله مهما كان وفكرنا حالنا انه عم نشتغل لحالنا ومحده شايفنا الله شايف لان حضوره الكل يسحق سرابة اي مجهولية انه يرانا بالفعل لا شيء اسمه المجهولية امام الله بل مسألة وقت وتكشف امامه كل نوايا القلوب وكل تفصيل ومشهد وخيال ونقرأ لاصبعنا عبثية كانت ام غير مسؤولة على شاشة الهاتف وسيبقى تاريخ تصفحنا لبروزنج هستري سجلا دائما لخطيانا وعارنا امام الله ندما ابديا والذي لا يمكن غسله الا بالتوبة الشخصية وبدم المسيح المكرم اشتركوا في القناة